الحقيقة إنه فيه اهتمام كبير على مستوى الدولة بكل القطاعات ملف الاقتصادي ده ملف مهم وبالغ الأهمية في الوقت الراهن إنه فيه ملفات تانية برضو لا حاجة من ساها لأنه ما فيهش تتنسي تعليم صحة ومخصصات هذه القطاعات ويمكن إنه بالرغم من الأزمة العالمية من كورونا إلى تدعيات أزمة أوكرانيا وما بين هذه الرحلة من كورونا إلى أزمة أوكرانيا من ضغوط بقى على فسلاسل الإمداد والتحديات الكتير لكن وزير المالية الحقيقة دكتور محمد معايد أعلن عن إنه في الموازنة الجديدة تم استفاء الاستحقاقات الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي وبدو الرغم من التحديات العالمية وما تفرضه من ضغوط على الموازنة العامة للدولة وأشار إلى إنه تم تخصيص 310 مليار جنيه لقطاع الصحة و476.3 مليار جنيه لقطاع التعليم الجماعي وقبل الجماعي و79.3 مليار جنيه للبحث العلمي وأشار إلى إنه بيساهم في تعزيز الإنفاق على التنمية البشرية وهو أحد المستهدفات الرئيسية الحقيقة في الوقت الراهن أشار أيضا إلى توفير التمويل اللازم لاستكمال المشروعات القومية اللي من بينها المبادرة الرئيسية حياة كريمة اللي بتستهدف تحقيق التنمية الشاملة بكل القرى الريفية لتحسين جودة الخدمات ومشتوى المعيشة لأكتر من نصف سكان مصر إضافة إلى مشروعات أخرى زي مشروع تبطين الترع تطوير منظومة الري وغيرها من المشروعات القومية وقال إنه وهو بيلقي البيان الخاص بالموازنة العامة الجديدة أمام مجلس النواب قال إنه بيتم العمل خلال العام المالي الجديد عشرين اتنين وعشرين عشرين تلاتة وعشرين على تحقيق مستهدفات طموحة في ظل مشهد عالمي استثنائي شديد للطراب وأشار إلى إنه إجمال الإرادات المستهدفة بمشروع الموازنة الجديدة يبلغ حوالي واحد ونص تريليون وثمانتاشا مليار جنيه بينما يبلغ إجمالي المصروفات المتوقعة في حدود اتنين تريليون وواحد وسبعين مليار جنيه حول الموازنة الجديدة والرؤية في هذه الموازنة الجديدة خصوصا في ظل الأزمة الموجودة على مستوى العالم في الوقت الراهن خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الأستاذة صارعيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية أستاذ صارم سأخير برحب حريك معنا يا فن أهلا بيك وبكل اللي معينا أهلا بحضرتك يعني تحدثنا عن المخصصات لبعض القطاعات ممكن حضرتك بردو تفيدينك بالنسبة للقطاعات الأخرى بالنسبة لإعداد الموازنة وخصوصا في الضغوط الموجودة على مستوى العالم في الوقت الراهن إيه الحاجات أهم الحاجات التي أخذت في الاعتبار؟ طبعا إحنا الموازنة في سنة دي على الرغم من إحنا يعني كنا بتدينا نحقق معدلات نمو كثيرة من بعد جائحة كوفيد وإقبارنا على أقل من إحنا نعدي بأقل الخسائر أتت أزمة عالمية جديدة بس الحقيقة إحنا بنقول أنه الاقتصاد بتاعنا القوي اللي وقف على أرض صلبة يقدر تاني يعدي من الأزمة دي زي ما عدنا من أزمات سابقة الموازنة السنة دي إحنا بنقول عليها كده فرص للتقدم والنماء من قلب التحديات ده الشعار بتاعنا في حزمة تحفيزية لكل الصناعات بنزود القدرة الإنتاجية والتصديرية اللي فعلا نعاكس في خلال السنة دين اللي فاتوا لصدرات زادة الـ 44 مليار آآ دولار في طريقنا إن إحنا نوصل للمية للمية مليار اللي في رؤية مصر عشرين ثلاثين لكن إحنا كوزارة مالية آآ وقفين في دولار كل القطعات والأكثر احتياجاً ولا فيما طبعاً الاحتياجات الأساسية للمواطنين فإحنا بس عايزين نقول رسالة لكل المواطنين اللي بيسمعونا إحنا على علم تماماً بكم الضغط اللي إنتوا بتمروا به إحنا كمان مضغفين كدولة فإنتوا ياريت برضو تكونوا آآ بتشيلوا معانا الحمل ده لكن الموازنة السلادي الحقيقة هتشهد آآ يعني أنا عارفة وبشكر طبعاً آآ كل الناس اللي وقف وتضفرت جهودهم مع الحكومة المصرية اللي مفيش بلد في العالم بضي يا تيزي رامي بتقدر آآ تنمو لقدام من غير ما كل المواطنين وعانى في الرؤية في نفس الوقت القطاع الخاص قام بدور جبار ومزال واقف في ظهر الدولة وكمان عايزة أشكره واشكر كل منظمات المجتمع المدني اللي بتلعب دور كدير طيب مين نتكلم على الموازنة؟ مستهدف بالنسبة لموازنة يعني ايه المستهدف بالنسبة لمعدلات النمو في العام المالي عشرين اتنين وعشرين عشرين تلاتة وعشرين؟ آآ طيب خيان نقول ان احنا دلوقتي ما زلنا في معدل النمو بتاعنا احنا طبعاً آآ حققنا في حدود آآ أو أقل يعني ما بين اتنين ونصف لتلاتة لكن احنا بنتمنى في وسط كل التحديات ديات احنا فيه ضغط عالمي آآ من قبل طبعاً آآ آآ الآزمة روسية الاوكرانية بتلقي بزلالها على آآ آآ الطلب العالمي فيه طباطق لكن طبعاً آآ تاني قدر اقول انه آآ آآ احنا بنقدر نتشاطر في وسط الازمة وإزدنا ان احنا نستغلها كويس طيب مستهدف معدل نمو قدية تقريباً؟ آآ احنا بنتكلم ما زلنا برضو في حدود الثلاثة في المية لكن طبعاً آآ قابلة للمراجعة وانشاء ضال وقت الجاي هنبقى بنعلن عن مزيد من التفاصيل طبعاً في حدود التسعة شهور الاولى عايزين نقول ان احنا حققنا معدل نمو جديد جداً انه تم صرف على الاستثمارات الحكومية ولا تياما زي ما حاجة اشار على مبادرة حياة كريمة آآ الحقيقة اللي بتشهد الاول آآ من نوعها على مدى التلاتين الجايين انفاق في حدود سبعمائة مليار وكرنا بيه كان فقط بنصرف تحدود استثمارات فقط آآ للمحافظات في حدود أكتبعين أو خمسين مليار فده رقم الحقيقة في حد ذاته ان الحكومة مصرية تفضل ملتزمة بيه في حين انها بتزوج معاشات بتزوج اهوور في حين انها كمان وقفة مع كمل القطاعات بسراتيجية لتنمية استادرات قاتت بصمارها دايما قلت في أول وده إجراء مهم ما له علاقة بتخفيض العجز لأن احنا شايفين النهاردة فيه فجوة مش قليلة ما بين الإرادات المتوقعة والمصرفات المتوقعة ده حقيقي بس اللي أنا عايز أقوله أن في وسط التحديات اللي احنا بنمر بيها على الرغم من احنا حطين خطة لإصلاح وإحنا كانوا مفهود العجز ده بيقل كمان على اللي احنا كنا متوقعينه إلا أنه ما زلنا احنا بقرنا بكل الدول الأخرى اللي حوالينا إحنا الحقيقة قدرنا أن احنا يعني نحقق معدل نمو وكمان عجز يبقى في حدود اللي احنا متوقعينها في المتوسطة المدى في حين أن احنا صرفنا في المقصصات بالذات على التعليم وعلى الصحة دي وقت في خطة كبيرة كيساً لنقلة نوعية الحقيقة في جودة التعليم وتزويد الطلاب بكل المهارات الحياتية والرقمية ما زلنا عندنا تموحات كتيرة مش بنقول أن احنا وصينا لتموحات المواطنين بكل الفئات لكن على الأل إحنا بنسعى كلنا جاهدين زي ما قلت في الأول للطريق الصحيح جميل طيب بالنسبة مثلاً لسعر البرميل النفط إيه الرقم التقديري المحطوط خصوصاً مع التقلبات الشديدة اللي شفناها على مدار الفترة الماضية أو اللي كان أغلبها فيه انتجاه الارتفاع طيب إحنا دايما بنيجي نعمل سعر النفط إحنا بنحاول يكون عندنا تحول طبعاً إن إحنا بنيجي بنحط توقعات وبعدين في الآخر طبعاً بنبقى عاملين حسابنا إن إحنا الوقت الجاي هنكون يعني بنوصل لها بالنسبة للنفط إحنا حطينها في حدود 80 دولار ده طبعاً عشان ده متوسط في الموازنة الجديدة مقارنة بالتقديري اللي هو في 21-22 في 75 وخليني برضو أقول بالنسبة للمعادلة معاش بس هنا سؤال يعني برضو أكيد أي حد بسيط شوية في لغة الأرقام هيسأله إيه التقديرات اللي حضرتكم من خلالها حطيتوا الرقم ده في حين إنه كان وصل ل120 والنهاردة لسه كسر المية صحيح إحنا ديبقى عندنا دايماً في خلال العام يا أستاذ رامي زي نوع من أنواع حساب المتوسطات يعني بنبقى إحنا داخلين ومتوقعين في خلال مثلاً وقت معين في سعر بيبقى التقدير وفقاً للمتوسط مش لأعلى سعر ده حاجة تاني حاجة اللي إحنا عاملين لينا تحوط وعملين لينا برضو إمكانية للتأمين وعملين لينا طبعاً مخزون ففي حاجات يعني زينا بتقول وفي خصة إن إحنا مثلاً نجيب البترون البنزين من مصادر مختلفة اللي دي نقدر نوصل لرقم معين بالنسبة بقى لمعدل نمو برضو عشان برضو عايز أقول إن إحنا مستهدفين أكتر بكتير إن إحنا نوصل لخمسة ونصف في المية حالياً هو ثلاثة لكن إحنا شايفين إن مع الإجراءات اللي إحنا حتم إن شاء الله في الموازنة وإن شاء الله التقديرات اللي إحنا حطينها لإجراءات كتيرة هتقتي بثمارة إن إحنا نوصل في خلال بقى العام الجاي اللي هو 22-23 لخمسة فصل خمسة كمعدل نمو ويا رب ستة وسبعة وثمانية كمان إن شاء الله بشكرك شكراً جزيلاً أستاذ صراعيد على هذه المعلومات ويا رب إن شاء الله طبعاً ما فيش شك إنه وقت إعداد هذه الموازنة اتحط في الاعتبار ضبابية المشهد العالمي وخصوصاً ما له علاقة بإلى مدى قد تستمر الحرب الروسية في أوكرانيا حدش عارف يوم اتنين شهر تلاتة كم سنة؟ محدش عارف فما فيش شك إنه ضبابية هذه الأزمة اللي يعني ألقت بظلالها على العالم كله اتحطت في الاعتبار وقت إعداد هذه الموازنة